مجدد الترحيب بكم متابعين في تغطياتنا المتواصلة عن التطورات للأوضاع في أوكرانيا والعمليات العسكرية الروسية ليلة مليئة بالأحداث المثيرة والفاصلة والخطيرة عاشتها أوكرانيا بدأت بجلسة لمجلس الأمن الدولي الذي فشل مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار الأمريكي الذي يدين الغزو الروسي لأوكرانيا وذلك بسبب فيتو الروسي واتهامات متبادلة بين الطرفين مرورا بأحداث مثيرة ودوي انفجارات واشتباكات وصلت للعاصمة الأوكرانية كييف نفسها فبعد فشل مجلس الأمن في تمرير القرار الأمريكي ازدادت الأوضاع توترا على الأراضي الأوكرانية وارتفعت واتيرة العمليات العسكرية التي طالت أطراف العاصمة الأوكرانية كييف وقالت مواقع أوكرانية إن أكثر من خمسين انفجارا وتبادل إطلاق نار سمعت في كييف خلال الليل نتابع مع حضرتكم كل التطورات منذ أمس وحتى الساعات الأولى منذ هذا الصباح مشاهد عديدة انتشرت على وسائل الأعلام المختلفة لانفجارات عديدة في أماكن متفرقة على أطراف العاصمة الأوكرانية وأعلنت القوات الأوكرانية أنها صدت هجوما ليليا شنه جنود روس على موقع لها في أحد الشوارع وهو شارع النصر وهو أحد الشريين الرئيسية في كييف وكتبت القوات البرية في الجيش الأوكراني على فيسبوك الهجوم تم صده هذا ما كتبته الصفحة الرسمية للجيش الأوكراني على فيسبوك الهجوم تم صده من دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل بشأن مكان هذه المواجهة وفي بيان منفصل أكد الجيش الأوكراني أن هناك معارك عنيفة مستمرة في فاسلكييف على بعد حوالي ثلاثين كيلو متر جنوب غرب كييف ويحاول الروس انزال مظلية وقالت وسائل أعلام أوكرانية اليوم أن هناك انقطاعا لخدمة الانترنت من العاصمة الأوكرانية كييف وسط قصف روسي عنيف على العاصمة وقالت وكالة انترفاكس الأوكرانية أن قوات روسية تحاول مهاجمة محطة توليد الكهرباء في كييف وسط قصف عنيف من المدفعية الروسية على العاصمة نتابع مع حضرتكم الآن هذه الصور بيتم عرضها الآن على الشاشة وأفادت وكالة الأنباء الأوكرانية بسقوط طائرة روسية ثانية جنوب كييف مشيرة إلى أن العاصمة الأوكرانية كييف تعرضت لقصف روسي عنيف فجر الليلة وذلك بعد التحركات العسكرية الروسية في أوكرانيا أيضا أعلن مجلس الأمن القومي الأوكرانية أنه أوقف التقدم العسكرية الروسية نحو كييف مشيرا إلى أنه فعل ما في استطاعاته لمواجهة الهجوم الروسية فيما أعلنت صحيفة واشنطن بوست أن الرئيس الأوكراني زلينسكي رفض العرض الأمريكي بإجلائه من كييف وأكدت الصحيفة أن مسؤولين أمريكيين عرضوا على زلينسكي إجلائه كي لا يقع في الأسر ولكنه رفض من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون استمرارها في البحث عن طرق لدعم أوكرانيا لمساعدتها على الدفاع عن أراضيها وأعلنت الصفارة الأمريكية في كييف أن الوضع الأمني بأوكرانيا شديد التقلب وأعلنت أيضا الصفارة الأمريكية في كييف أن الوضع الأمني في جميع أنحاء أوكرانيا شديد التقلب مشيرة إلى أن الأوضاع قد تتدور وذلك دون سابق انزار ومن جانبها أيضا فقد فعلت الصفارة الصينية في العاصمة الأوكرانية كييف خطة لإجلاء رعاياها من أوكرانيا وأكدت الصفارة الصينية أنها بدأت إجلاء رعاياها مع توفر الظروف الأمنية للرحلات الجوية وذلك بحسب وسائل آلام أمريكية وعقب تطور الأحداث أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جتريش عن تعيين السوداني أمين عوض منصقا للأمم المتحدة بشأن الأزمة في أوكرانيا وحول تطورات الأوضاع في مفاعل تشيرنبول النووي قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاقية جوروسي قال إن الوكالة تتابع بقلق بالغ الوضع في أوكرانيا داعيا إلى اعتماد أقصى درجات ضبط النفس لتجنب أي عمل قد يعرض المنشآت النووية في البلاد للخطر وقال في بيان صحفي الخميس إنه تماشيا مع التفويد الممنوح لها فإن الوكالة مهتمة بشكل خاص بسلامة وأمام محطات الطاقة النووية وغيرها من المرافق ذات الصلة بالطاقة النووية وكان وافق الرئيس الأوكراني يزلينسكي على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق مفاوضات حول وقف إطلاق النار وإحلال السلام وذلك وفق ما أعلنته روسيا اليوم وكتب المتحدث باسم الرئيسة الأوكرانية على فيسبوك لقد وافقنا على اقتراح رئيس روسيا وذلك خلال أسعاد القادمة سوف يناقش الطرفان مكان وزمان المفاوضات واتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زلينسكي أوروبا بعد من رضي بصورة كافية على الهجوم الروسي والتباطئ في إرسال المساعدات لبلاده دعا الأوروبيين لتظاهر لإجبار حكومتهم على التحرك ضد الغزو الروسي على أوكرانيا أيضا ياني شهد اليوم الثالث للغزو الروسي على أوكرانيا شهد قصفا روسيا عنيفا على العاصمة الأوكرانية كييف وذلك في محاولة من موسكو للسيطرة عليها وقال الجيش الأوكراني إنه سمع دوي إطلاق نار حول عدد من المباني الحكومية وذلك وسط العاصمة كييف وأكدت أن القوات الروسية تطلق صواريخ على أوكرانيا عبر البحر الأسود وفق تقارير وقال الرئيس الأمريكي قال الرئيس الأوكراني زلينسكي اليوم إن الجيش لن يسلم سلاحه وسيقاتل من أجل بلاده وذلك لحماية من الغزو الروسي وأكد أنه موجود في العاصمة كييف وسط جنود الجيش الأوكراني ونشر زلينسكي فيديو له يوضح أنه مازال موجودا في العاصمة كييف من ناحية أخرى قالت وكالة بلومبرغ إن واشنطن تدرس بجدية حرمان روسيا من نظام سوفت الدولي للمدفوعات وأيضا قال رئيس الوزراء الكندي إن بلاده تدعم إقصاء روسيا من نظام سوفت للتعاملات المصرفية وسنفرد عقوبات إضافية على بيلاروسيا وقادتها ما زلنا نتابع مع حضرتكم في ضغطياتنا المتواصلة لتطور الأوضاع في أوكرانيا وأنه قال الجيش الأوكراني إنه سمع دوي إطلاق نار حول عددا من المباني الحكومية وسط العاصمة كييف وأكد الجيش الأوكراني أن القوات الروسية تطلق صواريخ على أوكرانيا عبر البحر الأسود وذلك بحسب رويترز وفشل مجلس الأمن في تمرير مشروع قرار بيدين الغزو الروسي لأوكرانيا حيث أسقط الفيتو الروسي مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن وذلك بعدما تسلم عضاء مجلس الأمن مشروع القرار بشأن أوكرانيا وأعلن موقع التدوينات الشهير تويتر اليوم تعليق نشر الألانات في روسيا وأوكرانيا بشكل مؤقت وذلك بحسب وسائل أعلام أمريكية وأعلن البيت الأبيض أمس أن الولايات المتحدة ستحدث حذو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وتفرض عقوباتا على الرئيس الروسي بلاديمير بوتين ووزير خارجية روسيا سيرجي لافروف وكان قد قال الرئيس الأوكراني زلينسكي اليوم أن الجيش لن يسلم سلاحه وسيقاتل من أجل بلادي لحمايتها من الغزو الروسي وأكد أنه موجود في العاصمة كييف وسط جنود الجيش الأوكراني ونشر زلينسكي فيديو بيوضح أنه مزال موجود في العاصمة كييف وقال الجيش الأوكراني أنه سمع دوي إطلاق نار حول عدد من المباني الحكومية وسط العاصمة كييف وأكد الجيش الأوكراني أن القوات الروسية تطلق سواريخ على أوكرانيا عبر البحر الأسود ما زلنا نتابع مع حضرتكم كل التطورات لحظة بلحظة نتابع كل التطورات منذ أمس في أوكرانيا وحتى هذه اللحظة الأجواء في أوكرانيا ومجلس الأمن لم تكن الوحيدة الساخنة العديد من العواصم الأوروبية شهدت تظاهرات مناغضة للتحركات العسكرية في أوكرانيا وشهدت العاصمة الألمانية برلين تجمهر المئات للتنديد بما أسموه بالغزو الروسية وأيضا شوارع العاصمة البريطانية لندن وذلك لتعبر عن رفضها لتحركات العسكرية الروسية وانضمت لهم يويورك الأمريكية بعدما شهدت جلسة مجلس الأمن التي فشلت في تنهير قرار أمريكي بيدين الغزو الروسي لأوكرانيا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة مازلنا نتابع مع حضرتكم كل التطورات للأوضاع في أوكرانيا كما نشاهد مع حضرتكم الآن هذه الصور التي يتم عرضها على الشاشة نستعرض فيها مع حضرتكم كل التطورات حيث أنه شهدنا ليلة أمس تطورات عديدة وكانت ليلة مليئة بالأحداث المثيرة والفاصلة والخطيرة عشتها أوكرانيا بدأت بجلفة لمجلس الأمن الدولي الذي فشل مجلس الأمن في تنهير مشروع القرار الأمريكي الذي يدين الغزو الروسي لأوكرانيا وذلك بسبب الفيتو روسية وإتهمات متبادلة بين الطرفين مرورا بأحداث متيرة ودوي انفجارات واشتباكات وصلت للعاصمة الأوكرانية كييف نفسها فبعد فشل مجلس الأمن بعد فشل مجلس الأمن في تنهير القرار الأمريكي فازدادت الأوضاع توطرا على الأراضي الأوكرانية وارتفعت وطيرة العمليات العسكرية والتي طالت أطراف العاصمة الأوكرانية كييف وقالت مواقع أوكرانية إن أكثر من خمسين انفجارا وتبادل إطلاق نار سمعت فيه كييف خلال الليل مشاهد عديدة انتشرت على وسائل الآلام المختلفة لانفجارات عديدة في أماكن متفرقة على أطراف العاصمة الأوكرانية وأعلنت القوات الأوكرانية أنها صدت هجوما ليليا شنه جنود روس على موقع لها في شارع النصر شارع النصر أحد الشوارع وأحد الشرايين الرئيسية في كييف وكانت كتبت القوات البرية في الجيش الأوكراني على فيسبوك الهجوم تم صده وذلك من دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل بشأن مكان هذه المواجهة وفي بيان المنفصل أكد الجيش الأوكراني أن هناك معارك عنيفة مستمرة في بعض المدن وذلك في فصل كييف على بعد حوالي 30 كيلو مترا جنوب غرب كييف ويحاول الروس هناك انزال مظلين وكانت قالت وسائل أعلام أوكرانية اليوم أن هناك انقطاع لخدمة الإنترنت عن العاصمة الأوكرانية كييف وسط قصف روسي عنيف على العاصمة وقالت وكالة انترفاكس الأوكرانية أن قوات روسية تحاول مهاجمة محط التوليد الكهرباء في كييف وسط قصف عنيف من المدفعية الروسية على العاصمة وقال الجيش الأوكراني أن القوات الروسية تطلق سواريخ كاليبر على أوكرانيا عبر البحر الأسود وذلك بحسب رويترز وفشل مجلس الأمن في تمرير مشروع قرار يدين الغزو الروسي لأوكرانيا وأسقط الفيت الروسي مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن وذلك بعدما تسلم أعضاء مجلس الأمن مشروع القرار بشأن أوكرانيا وأكدت المندوبة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة خلال كلمتها بمجلس الأمن أن على الجميع أن يعلم أن روسيا اختارت الحرب موضحة أن مرشوع القرار بيدين عدوان روسيا ويدعم استقلال أوكرانيا وأضفت المندوبة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة خلال كلمتها أن روسيا انتهكت القانون الدولي بهجومها على أوكرانيا مجددة التأكيد على سيادة أوكرانيا أكدت على سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها ودعت روسيا لسحب قوتها من أوكرانيا فورا وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة أثني على شجاعة الروس الذين تظاهروا ضد الحرب وضد بوتين إنه يمكن لروسيا استخدام الفيتو لكن ليس ضد الشعب الأوكراني متابعة متحدون خلف أوكرانيا رغم انعدام المسئولية لدى روسيا ليلة صعبة عاشها الشعب الأوكراني وعشتها العاصمة الأوكرانية عشتها العاصمة الأوكرانية كيب وذلك بعد ما قال الجيش الأوكراني إنه سمع دوي إطلاق نار حول عدد من المباني الحكومية وسط العاصمة كيب وأكد الجيش الأوكراني إن القوات الروسية تطلق سواريخ على أوكرانيا عبر البحر الأسود ومنذ قليل كانت علنت وسائل أعلام أن صواريخ روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كيب مما أدى إلى أضرار في أحد الأحياء بالعاصمة وذلك في ثالث أيام العمليات العسكرية التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وذلك منذ يوم الخميس الماضي وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء عمليات عسكرية في إقليم دونباس شرق أوكرانيا والذي اعترفت روسيا باستقلاله قبل أيام وأبرمت مع قادته اتفاقية وذلك بالتزامن مع بدء التحرك البرية العسكرية في مدن أوكرانية خلال الساعات الماضية وقال بوتين إن بلاده لا تنوي احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذي يضم جمهرتين دونتسك ولوجانسك محذرا من أي تدخل خارجي في أوكرانيا ودع في الوقت نفسه الجيش الأوكراني لإلقاء السلاح هذه هي كل التطورات التي عاشتها العاصمة الأوكرانية كييف في ثالث أيام الغزو الروسي كنا ننقل مع حضراتكم كل التطورات وكل المستجدات على الساحة حول التطور الأوضاع في أوكرانيا بالتأكيد مستمرين مع حضراتكم في نقل كل ما يحدث من المستجدات في الملف الأوكراني شكرا لكم على طيبة المتابعة وإلى اللقاء